الاتحاد البرلماني الدولي يوافق على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد بالقاهرة شكري ونظيره الهندية بحسان إمكانتي الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة ويتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية برلين تدعو لتوسيع دول الاتحاد باتجاه الشرق وتؤكد أن الأمر أصبح ملحن بعد العملية الروسية في أوكرانيا السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جليج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وفق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد بالمنطقة العربية في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي واعتزمها العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الإفريقية الشقيقة جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختمية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد في رواندا وأوضح جبالي أن مصر ستعمل على جعل المكتب الإقليمي جسراً للتعامل البرلماني العربي الإفريقي وامتداداً لجهود مصر الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الإفريقي اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عدداً من قرارات اللجنة الوزرية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تضمنت القرارات اتفاقية تسوية مزمع إبرامها مع إحدى الشركات لحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا إضافة إلى اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين الشركة الصناعية للكيمويات المصرية كيمة وإحدى الشركات الإيطالية كذلك تضمنت القرارات اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة حكر أبو دومة يأتي ذلك في ضوء التوجه نحو إنهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخها في الاقتصاد المصري شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام أحدث أسليب التأمين الكيميائي المتطورة وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام كما نقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمسل لتنفيذ كافة إجراءات البيان وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط سمان وعشرين قضية بيع استوانات بتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت أربعة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمس واربعين استوانات بتجاز وضبط سمان وعشرين قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت سبعمائة واربعة وعشرين ألفا واربعمائة واربعة وخمسين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط أحد عشر ألفا ومئة وتسع عشر قضية سلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبطات وزنت أكثر من سلاسة ألاف ومئة وتسعة عشر ونصف طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط خمسة ألاف واحد قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت قرابة مائتين وستة وخمسين ونصف طن دقيق بلدي مدعم كما تم ضبط خمس قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت ستة وثمانين طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط ألفين وتسعمائة وخمس واربعين قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت قرابة خمسمائة وأحد عشر ونصف طن كما تم ضبط مائة وثلاث عشر قضية استهلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من أربعة وخمسين ونصف طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط خمس قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت أربعة وخمسين طن أسمنت كما تم ضبط مائة وستة قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت حوالي مائة وتسعة وأربعين تن أرز شعير كما تم ضبط مائتين وتسع وعشرين قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت مائة واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة وأربع وسبعين عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع سبعمائة وثلاثين ألفا وسبعمائة وإحدى وسبعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها ثلاثمائة وثمانية ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سلسة ألاف وخمسمائة وأربعة من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائة وثلاث وستين سائقا منهما كما تم المرور على مائة وسمان وستين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سمانمائة وثلاثة وتسعين من سائق حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا كما تم فحص ستمائة وعشر مركبة وتبين عدم مطابقة سلسين مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع سلسمائة وسبع وعشرين سيارة وسمان واربعين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط تسعة ألاف ومائتين وواحد مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط تسعمائة واربعين وخمسين مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط الف ومائتين وسمان عشر مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط الفين وثمانمائة وسبعة مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط الفين وتسعمائة وسبع وتسعين مخالفة ملصقات وضبط تسعة وثلاثين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الامن السياحية نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1669 قضية ومخالفة ابرزها حيازة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا الطيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 68987 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64 مليون ومائة الف وستمائة وخمسة وسمانين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 372 قضية من بينها 210 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و162 قضية في مجال جرائم المضوعات وفي مجال قضايا الاموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 76 مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين الفا وستمائة وستة وخمسين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 2425 قضية بقيمة مالية بلغت اكثر من مليارين وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة سبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثين الفا وسمانمائة وواحد وخمسين جنيها واستمرار لدور المجتمعي لوزارة الداخلية وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصى البيضاء والموافق الخامس عشر من أكتوبر فقد تقرر استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت من ضبط خمسمائة واثنتين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من مائة وستة عشر طن من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال أربع وعشر ساعة هذا وضبطت وزارة الداخلية قرابة واحد وثلاثين طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من خمسة وثمانين طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط سبعمائة وأربع وعشرين قضية في مجال قضايا المخابز من بينها مائة وثمانين وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومائتا قضية خبز غير مطابق المواصفات كما تم ضبط ستة عشرة قضية بمضبطات بلغت أكثر من مائة واثنين وعشرين طن في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الهندي بمقاري وزارة الخارجية هذا وقد شهد اللقاء بين الوزيرين عقد جلسة مباحثات موسعة تنولت كافة جوانب العلاقات السنائية إلى جانب تبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة بين مصر والهند لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاشنكار أوضح شكري أن المحادثات بين الجانبين شهدت بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية فضلا عن بحث إمكانيات العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات بين القاهرة ونيودالهي تأتي هذه الزيارة في مرحلة هامة شهدت فيها العلاقة حقيقة طفرة جديدة على أسس رصخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين استقبلت القاهرة زيارة معالي وزير الدفاع الهندي انعاخدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بلجنة مجلس رجال الأعمال زاد حوالي 40% حجم التجارة فيما بيننا وأيضا تأتي هذه الزيارة بمناسبة العام 75 من العلاقات الدولوماسية بين البلدين كذلك كان ليا الشرف أن أقدنا اجتماع معا معالي الوزير على هامش الدورة الحالية للجماعية العامة وكل هذا يؤكد بأن هناك إرادة سياسية خوية لدي الجانبان لعمل المشترك لتعزيز علاقتنا الثنائية للتنصيق إذا التطورات الدولية والإقليمية من جانبه قال وزير الخارجية الهندي إن الزيارات المتبدلة بين مصر والهند تعكس الرغبة في تنمية مستوى التعاون السنائي لفتا إلى أن المحادثات شهدت مناقشة الصراع في أوكرانيا وتدعياته هذا وقد أشد الوزير الهندي بمستوى التعاون مع مصر في العديد من المجالات وأوضح أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر مشيدا بما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة ومقدما الدعوة لمصر لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين في ضوء الرئاسة الهندية الحالية للمجموعة التجارة والاقتصاد يتم تناميهم بشكل مضطرد وهناك زيادة بـ 2 مليار دولار واليوم اتفقنا على أن هناك إمكانية لزيادة هذه التجارة والتعاون بين الأسواق بين بلدين الاستثمار أيضا إيجابي بين البلدين هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر ونحن لدينا أيضا خطوط لدينا استثمارات في خطولة النبيب وهناك إمكانية لزيادة هذا الأمر كما قلت لمعالي الوزير ولدينا اهتمام بإمكانيات في مجال الصناعة وبذات الطاقة المتكددة لذا فإننا متفائلين في هذا الصدد ولقد ناقشنا كيفية زيادة التواصل وكيف أن ننشط السياح بين البلدين استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ كوب 27 استقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل السيدة أرليت سودان نونو وخلال اللقاء قامت الوزيرة الكونغولية بتسليم شكري رسالة موجهة من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسون جيسو إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنصيق بين البلدين الشقيقين وذلك استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ كما استعرض شكري آخر مستجدات الإعداد الجاري لمؤتمر كوب 27 مؤكدا سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات من جانبها أعربت الوزيرة الكونغولية عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة أعربت مصر عن خالص تعزيها للشعب التركي الصديق والدولة التركية في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن بشمال تركيا مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحة وفي بيانة لوزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص التعزي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم متمنية الشفاء العاجلة للمصابين دعا المستشار الألماني أوليف شولتس إلى توسيع الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة نفوذ الاتحاد في الشؤون العالمية وأعرب المستشار الألماني عن تطلعه لأن يصبح الاتحاد 30 أو 36 دولة بحيث يشمل دول البلقان ودول أخرى مضيفا أنه ملتزم بتوسيع الاتحاد لسيما باتجاه الشرق ومؤكدا أن هذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي وجه رئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي الشكرى لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدة الأمريكية الأخيرة بقيمة 725 مليون دولار والتي سترسلها واشنطن لبلاده وأضاف زلنسكي أن بلاده ترحب بشكل خاص بالذخائر لمنظومة رجمات الصواريخ هايميرتز التي ستتلقاها بلاده ضمن حزمة المساعدات الجديدة إلى ذلك أعلنت واشنطن اعتزامها إرسال مساعدات عسكرية إضافية بقيمة تصل إلى 725 مليون دولار إلى أوكرانيا وقال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكين إن المساعدة تأتي في أقابل هجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا مدفوعة بالتقدم الميداني الذي أحرزته أوكرانيا في الآونة الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تقديم حزمة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا هي الأولى منذ شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مناطق ومدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف ردا على حادث تفجير جسر الكرم حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا من المتوقع أن تبلغ قيمتها 725 مليون دولار وتشمل صواريخ والذخائر ومركبات عسكرية لكنها لا تتضمن دعم كييف بقدرات فائقة جدا حتى الآن على الأقل واشنطن وفي مسعها لاستغلال الأزمة الأوكرانية لصالحها في ظل تفاقم الخلافات العميقة أصلا مع موسكو تمارس ضغوطا على حلفائها لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات تناسب معايير حلف شماد الأطلنطي بعضها حديث جدا وبعضها أقدم وذلك لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسية ومن أجل تحقيق هدف كييف من حماية لأهدافها الحيوية يرى الخبراء العسكريون أنه يجب العمل على إنشاء ما يسمى بالنظام دفاع أرض جو متعدد المستويات وهو ما تؤيده طبيعة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا والتي تشمل أنظمة ناسامس القصيرة أو المتوسطة وأنظمة الدفاع الجوي الألماني من طراز أيريس تي متوسط وعالي الارتفاع وأنظمة هوك واسبادة ألفين الإسبانية متوسطة المدى وأنظمة بامبال فرنسية الإيطالية عالية الارتفاع إلى ذلك تواصل المساعي الأمريكية لدعم كييف بالعدة والعتاد في انتظار ما ستسفر عنه حلقات الصراع القادمة بشكلها الجديد هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية خلال ساعات الماضية وفي بيان لها أشرت الدفاع الروسية إلى إحباط محاولة أوكرانية للتقدم في منطقة خاركيف فضلا عن التصدي إلى جميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها في منطقة نيكولايف واعتراض وتدمير 18 صاروخا من نوعه مارس وإسقاط مقاتلة من طراز سو 25 و10 طائرات مسيرة في منطقة خرسون من جانبها أعلنت أوكرانية أن القوات الروسية قصفت 11 منطقة في دونتسك مشيرة إلى وقوع ضحايا ذراء هذا القصف وأضافت السلطة الأوكرانية أن القوات الروسية تستهدفت دونتسك من خلال تنفيذ 21 غارة باستخدام نظام جراد ميلرز والمدفعية خلال ساعات 24 ماضية حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايلا جروسي من أن الخطر ما زال قائما في محطة زابوريجيا النووية كما أشار جروسي في نفس الوقت إلى إصلاح خطية طاقة احتياطيين بالإضافة إلى خط خارجية يربط بين محطة توليد الطاقة الحرارية والشبكة الكهربائية وأضاف جروسي أن طاقة التشغيل في محطة زابوريجيا النووية يعمل تحت ظروف صعبة للغاية ويبذل أقصى ما في وسعه لضمان السلامة النووية أوضحت شركة الطاقة الأوكرانية أن قصفا ساروخيا استهدف منشأة البنية التحتية للطاقة بمقاطعة كييف وألحق أدرارا جسيمة بالمنشأة وقالت الشركة أنه تم شن هجوم آخر على البنية التحتية الحيوية ونتيجة لذلك تعرضت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف لأدرار جسيمة وأضافت أن موظفيها يعملون حاليا لإعداد إعادة إمدادات الطاقة إلى إقليم كييف والمنطقة الوسطى داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء أعلنت السلطات البلاروسية وصول أوائل الجنود الروس المشاركين في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومانسك بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي تستهدف الدفاع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني وفقا لتصريحات مسؤول بلاروسيا وأضحت وزارة أدفع البيلاروسية في بيان أن الجنود الروس وصلوا عبر القطارات من دون تحديد لعدد هؤلاء العسكريين أعلن وزير المالي البريطاني الجديد دا جيرمي هانت عن زيادة في الضرائب وأضاف هانت أن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25% مشيرا إلى أن الانفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا هذا وقد اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن الصين الدائن الرئيسي للدول الفقيرة والنامية بعرقلة الجهود الدولية لتخفيف ديون هذه البلدان وخصوصا الإفريقية منها وفي مؤتمر صحفي بمقري صندوق النقد الدولي في واشنطن قالت يعلن أنه تم إجراء الكثير من المناقشات حول ما يمكن فعله لقلب الصين إلى الطاولة وتسهيل تبني حلول أكثر فعالية لمشكلة ديون المستحقة على الدول الفقيرة يسعد قادة الاتحاد الأوروبي العقد قمة في الأسبوع القادم لمناقشة سبو الاحتواء أزمة طاقة غير مسبوقة والتي تسببت بزيادة التضخم وتهدد بدفع الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الركود هذا وقد أكدت وكالة بلومبرغ أنه من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة الكتلة واستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز انقسام أوروبي حول الاتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي فبعض الدول مناهضة لسياسة وضع سقف للسعر وآخر موال لها هذا ويستعد قادة الدول الأوروبية لعقد قمة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل احتواء أزمة الطاقة غير المسبوقة التي تسببت في زيادة التضخم وتهدد بدفع التكتل إلى الركود وأكدت وكالة بلومبرغ أنه لا تزال الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في فرض حد أعلى لسعر الغاز الروسي تقسم الدول الأعضاء التي تختلف مصادر الطاقة لديها ومصادر قوتها الاقتصادية عبر الكتة المكونة من 27 دولة ونوهت الوكالة إلى أنه حتى مؤيد سياسة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي لديهم اختلافات مرتبطة بنطاق هذا الحد وآليته بينما يشعر المعارضون لهذه السياسة بالقلق من تعريض أمن إمدادات الطاقة لديهم للخطر بعد أن قطعت روسيا الشحنات إلى المنطقة على حد مزاعمهم وأوضحت وكالة بلومبرغ أنه من أجل كبح جماح هذه الأزمة من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة القتلة واستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز وتشمل هذه الإجراءات تعزيز آلية الاتحاد الأوروبي لمشتريات الغاز المشتركة وإنشاء مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال بعد أن فشل المعيار الحالي في عكس واقع الطاقة في المنطقة أعلنت المصلحة الوطنية للإحصائيات في بورتغال تسارع معدل التضخم بالبلاد ليصل إلى 9.3% في سبتمبر ليشهد أعلى مستوياته منذ أكتوبر لعام 1992 كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي لا يشمل الطاقة والمنتجات الغذائية غير المصنعة ليصل إلى 6.9% في سبتمبر التضخم في البرتغال ما زال يتسارع في الصعود مما أدى إلى ارتفاع نسبة التشرد لتكافح الجمعيات الخيرية من أجل التعامل مع صعود أسعار الطاقة والغذاء كما تخشى أنها قد لا تكون قادرة على مساعدة كل من يحتاج إليها ومع اقتراب فصل الشتاء أبدت المنظمات التي تساعد البرتغاليين عن قلقها من زيادة عدد الأشخاص الذين لا يملكون المأوى متطوبيع الجمعيات الخيرية بالبرتغال يرون أن المال لا يكفي حتى للأدوية أو الإيجار وهناك أشخاص يأتون إليهم للحصول على وجبة حتى يتمكنوا من التأقلم حتى اليوم التالي التضخم في المنتجات الغذائية والطاقة أعلى بكثير من متوسط معدل التضخم المبلغ عنه وهذا ما يشعر به الكثير من العائلات التي تكون ميزانيتها ضيقة بالفعل لدراجة أنها لا تتمتع بالمرونة في الميزانية وبالتالي كان عليها إما تقليل ما تشتري لمنازلهم أو كان عليهم طلب المزيد من المساعدة من المؤسسات البرتغال التي تعد من أفقر الدول في أوروبا الغربية بلغ حجم التضخم فيها إلى أعلى مستوى في ثلاثين عاماً عند تسعة وثلاثة من عشر في الماء في عام 2022 وفي سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالهجوم الروسية مع ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة لدينا حالياً أشخاص بلا مأوى بملاف تعريف جديد هؤلاء هم الأشخاص الذين لم يعودوا بسبب العمل غير المستقر قادرون على الحفاظ على منازلهم هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا في إجازة مرضية طويلة والذين فقدوا دخلهم خلال تلك الفترة لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بمنازلهم هذه هي القضايا المطروحة على الطاولة والتي تدفع الناس إلى التشرد ووفقاً لمكتب إحصاءات الكتلة الأوروبية يورستات فقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية حيث ارتفع متوسط تكلفة الخبز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% في أغسطس من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه أجبرت أسعار الطاقة المرتفعة وارتفاع التدخم بعض الشركات الألمانية على تخفيض إنتاجها في غضون ذلك ارتفعت مبيعات الألواح الشمسية المحلية بنسبة 22% في النصف الأول من العام كإشارة على محاولات الألمان التغلبة على ارتفاع الطاقة وشح الطاقة وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن صدمة عابرة وأن الشتاء القادمة سيكون صعبا السادسة مازلت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها الصين تقول أنها تحتفظ بالحق في استخدام القوى ضد تايوان وتؤكد أن الخيار السلمي له الأولوية ذكرت وكالة الأنباء العرقية أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى القاظم يعين هيما نعمت في منصب وزير المالية بالوكالة بعد قبول استقالة إحسان عبدالجبر وأضفت الوكالة أن الوزير المكلفة ستشغل المنصب لحين تشكيل حكومة جديدة في العرق كان البرلمان العرقي قد انتخب الخميس الماضي عبداللطيف رشيد رئيسا للبلاد والذي عين بدوره محمد شيع السوداني رئيسا للوزراء أعلن مصدر أمني سوريا مقتل سبعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية غرب محافظة درعة وأوضح المصدر الأمني أنه خلال اليوم الثاني للعملية الأمنية تم استهداف أحد الأوكار الإرهابية ما أسفر عن القضاء على سبعة عناصر من الإرهابيين مشيرا إلى مقتل ثلاثة أفراد من القوات الأمنية خلال تبادل لإطلاق النار لافتا إلى استمرار حظر التجول في المنطقة حتى انتهاء العملية حفاظا على حياة المدنيين وحتى القضاء على الإرهابيين أكد المتحدث باسم الحزب الشعي الصيني أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان وخلال مؤتمر صحفي أوضح أن هذا يعتبر ملاذا أخيرا في ظروف قاهرة على الرغم من أن إعادة التوحيد سلميا هي الخيار الأول وضف المتحدث باسم الحزب الشعي أن إعادة توحيد الصين وتايوان يلبي مصالح الجميع بما في ذلك معطن طايوان وأن الخيار السلمي له الأولوي أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح صاروخا بلستيا تم إطلاقه من أول غواصة صنعت محليا وتعمل بالطاقة النووية بحسب وزارة الدفاع الهندية ويجعل اختبار قدرة الرضع النووي الهند واحدة من ست دول إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين مزودة بقدرات نووية ضاربة لشن هجمات مضادة برا وبحرا وجوا أعلنت السلطات الصومالية مقتل سلسين إرهابيا واستعادت منطقة حوالي خلال عمليات عسكرية وأوضحت السلطات الصومالية أن قوات الجيش استعادت خلال عمليات عسكرية هذه المنطقة الواقعة على بعد ستين كيلو مترا من العاصمة مقديشو لافتة إلى أن القتل الإرهابيين من بينهم سلاس قيادات وأن المنطقة تعد نقطة عبور هام بالنسبة للخلايا الإرهابية أوضح المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستراتيجية المناخ أوضح أن التمويل الجماعي المشترك الذي سيتم من بنوك التنمية متعددة الأطراف حقق رقما قياسيا عند 82 مليار دولار عام 2021 ويتجاوز هذا المبلغ أهداف تمويل المناخ لعام 2025 المحددة في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك كوب 25 وبلغت هذه الأهداف إجماليا متوقعا قدره يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخلة وما لا يقل عن 65 مليار دولار لتمويل المناخ على مستوى العالم مع مضاعفة تمويل التكيف المتوقع إلى 18 مليار دولار والتمويل المقدم من القطع الخاص إلى 40 مليار دولار اشتركوا في القناة ترجع منسوب المياه في نهر مساسابي إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات تجراء شح الأمطار لفترة طويلة مما يربك حركة الملاحة باتجاه خليج المكسيك وتشكل حركة السياحة بخليج المكسيك محورا أساسيا للاقتصاد والصادرات الأمريكية وقام السلاح الهندسة في الجيش الأمريكي بعمليات تجريف طارئة لسمح بعبور المراكب تعهد وزير المالية الباكستانية إصحاق دار للمقربين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية يأتي ذلك بالرغم من أن تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمرة وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات الذي تعهد به الرئيس الفرنسي مانويل مكرو سينعقد الشهر المقبل معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وبعيدة الأمد أعلنت استراليا أول وفا ناجم عن أيام من الفيضانات واسعة النتاق مع تراجع غزارة الأمطار وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الاسترالية استمرار حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات الشديدة التي ضربت مناطق من جنوب شرقي استراليا هذا وقد أطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات طارئة في تلك المناطق بعدما أسرت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة والتي استمرت لأيام على ثلاثي ولايات استمرت في سراعين التحذيرات من الفائضانات في مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولايتي تسمعنيا بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى هطول أمطار غزيرة على جنوب شرقي البلاد وصلت إلى وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء القافلة الطبية المجانية تتضمن القافلة توقيع الكشف الطبي والفحص لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف والفحص الطبية وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية لازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا كما انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية التابعة لمدينة حلايف في إثار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وطمت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية حيث تم إجراء 41 فحصا معمليا و27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة كما تواجد أو تم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر تسلم مركز البلينا بمحافظة سهاج مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الساح البحر لبدء خدمة أهالي القرية جاء ذلك بعد الانتهاء من المشروع الذي يقام على مساحة 1296 مترا مربعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويتضمن المركز صالة العب الرياضية وغرفة تخاطب وكذلك يتضمن مركز للعلاج الطبيعي وحضانة وفصل المحو الأمية وعيادة تنظيم الأسرة وورشة للتدريب أقامت محافظة القاهرة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بإقليم القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتم تنظيم المصابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 المقام في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نلتقي اليوم لنجني تمار العمل ونحصد بشائر الأمل في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 وتحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ رؤية مصر 2030 أقيمت فعليات المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإقليم القاهرة الكبرى بإجمالية 18 مشروعاً حيث تهدف المبادرة إلى الريادة في التعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية انعقد اليوم المؤتمر الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى لإعلان بالمشروعات الفائزة على مستوى الثلاث محافظات القاهرة الجهيزة الأليوبية أهم حاجة في المبادرة جزيزة أنا بقول يعني ما علينا من المشروعات اللي هي الفائزة أو المشروعات اللي هي موافقهاش وحلفها الحظ لكن نشرت الوعي فعلاً الثقافي البيئي لدى المواطنين في جمهورية مصر العربية بمدى أهمية هذه المبادرة الرسالة النهاردة كانت رسالة هامة أنه هو طبعاً فيه 162 مشروع سيتم عرضهم كمان في مؤتمر 3 نوفمبر مؤتمر وطني تحت رعاية سيد رئيس مجلس الوزراء وزي ما شوفنا نهاردة فيه في جميع الفئات المرأة ومشروعات هادفة ومشروعات بناءة 18 مشروعاً تم اختيارهم وتكريمهم من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة إضافة إلى الشركات الناشئة ومشروعات المرأة والمبادرات الغير هادفة للربح وذلك في مجالات تدوير المخلفات والطاقة فضلاً عن مواجهة التلوث والتكيف مع المتغيرات والانبعاثات المشروع بيكلم عن تحسين مقاومة أسماك البولت النيلي لمقاومة التغيرات المناخية باستخدام مكونات طبيعية وبعض أنواع الأبحاث على الجينات لإنتاج سلالات مقاومة للتغيرات المناخية فكرة المشروع هدفها أن السيارات التي بدأت تتقادم شوية في العمر يبقى فيه فرصة لتحويلها لسيارات كهربية ده يقلل الإنبعاثات الملوسة للبيئة في محافظة القاهرة وطبعاً ممكن أن نطور هذا على مستوى جمهورية مصر العربية كلها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة رائدة غير مسبوقة على المستوى العالمي وتسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال الحفاظ على البيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين سلي سلم أطلق محافظ الإسكندرية محمد الشريف مؤتمراً لمبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية وذلك في إطال رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 وثمن محافظ الإسكندرية خلال كلمته جهود الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة كما أكد الشريف على أهمية المشاركة المجتمعية والتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور الأسكندرية بالشكل الحضري اللائق وبما يصهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة مواجهاً بأهمية تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبعية أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم أن مصر تتخذ كل السبل لإنشاء مدن خضراء تراعي البعد البيئي بكل المقاييس العالمية لمواجهة التغيرات المناخية جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة الرحلة إلى قمة المناخ للمغامر المصري علي عبدو الذي ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمي جديد بموسع جنس لأطول رحلة بدراجة كهربائية والتي يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بأثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل انطلقت بالقاهرة فعليات اجتماع مجلس المحافظين التسعي والسبعي للمجلس العالمي للمياه والمنعقد على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمقرر انطلق فعلياته غدا الأحد يأتي تنظيم مصر في أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعليات المياه ضمن مؤتمر المناخ كوب 27 وللعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي مع توجيه الدعوة للمجلس العالمي للمياه لدعم المبادرات الدولية للتكيف بقطع المياه مع التغيرات المناخية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الهمم وتذليل الصعاب والعقبات أمامهم وخلال لقائه أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر بمناسبة اليوم العالمي للعصى البيضاء أعرب شوشة عن شكري لأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات وبعض الفئات الأخرى التي تتعامل مع المكفوفين وضعاف البصر لما يبذلونه من جهد كبير في التعامل معه ما هو قادم في نشراتنا أخبار الاقتصاد؟ باقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ياسر عبدالستار إليك ياسر شكرا لك محمد شكرا لك هبة وأهلا بحضرتكم إلى هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية جهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لتوفير مصادر تمويل موارد غازة شرق المتوسط وتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا وفي ضوء تلك الجهود أكد وزير البترول طارق الملة أن احتياطيات الغاز الطبعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا وأكد الملة أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أغضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهايدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة مشددا على أن العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة تختتم اليوم فعالية معرض تراثنا للحرف اليدوية المقام برعاية الرئيس السيسي المعرض أقيمة في دورته الرابعة بمشاركة 1116 عارضا من مصر ودول أخرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمر فعليته معرض تراثنا في دورته الرابعة وذلك بمشاركة 1116 عارضا من مصر إلى جانب عارضين من خمسة دول عربية وأكثر من ثلاثين قطاعا يشاركون بمنتجات متميزة كامل ده يعني بروجيكت جديد أنا لسه ستارتوب نازلة معه مبادرة رواد النيل هدفي في المشروع أني أقدم منتجات صديقة للبيئة من النول اليدوي عن طريق أن أعيد إحياء التراث عندنا في أخمين في سواج يعني فبقدم جزئين جزء فاشون صديق للبيئة وجزء هم فاشون صديق للبيئة بفابريكس كلها طبيعية وبيور مياه في المياه بعمل فن تشكيلي برسم لوحات بالفح والزيت وألوان الإكريليك وجددت بس نادي عملت جزء شجر اللي هي ديان برسم عليها ورسمت على كباد برضو ودخلت في مجال لك الصورات وعملت في أنا أركيت يدوي منتجابة خشبية يعني حاجة لازم تبقى أعمال كلها حفر يعني في حفر وفي أركيت يعني في ساعات أنا بعملها الشكل بتاعها وجمالها في يعني أشكال يمكن ما جادش معايا مش موجودة دلوتي اتخذت احنا أربع عرضين كالمي هي منتجات أطفال بس هي بتركز على التصميم المريح للطفل وللأم وعندنا بنانا أرت هي فكرة أن هي بتنتج منتجات من ألياف الموز مؤسسة حياة كريمة تشارك في المعرض هذا العام بجناح كامل وذلك لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى ومركز مبادرة حياة كريمة والتي تتمثل في المنتجات التراثية والحرفية كمنتجات الكروشي والمشغولات اليدوية وغيرها من المنتجات بهدف دعم التمكين الاقتصادي وأحياء الفنون التراثية ابتدنا مشروعنا من 2014 كنا بدين أن نوفر فرصة عمل كويسة لبنات القويات في محافظة المينيا لكي يمكنهم فرصة عمل من البيت لأنه معروفة في المحافظات لا يكون هناك فرصة عمل للبنات قويسة أنا أعمل في السجادة الحريرية والحرير يعني طبعا عندي بعمل الحرير وبعمل المدر وبعمل الصفح على الحرير ومعني الكذاك والشرواء السجادة الحريرية والحرير عموما يعني فأنا بأنفزه طبعا معي عمال برضو في المصنع عندي طبعا كلهم شاباب وفي أطفال بيشتغلوا معي فبنشتغلوا بنتجوا وبطلعنا الحمد لله منتجات الحركة شايفة ديك تأتي إقامة معرض طراثنا في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في تطوير هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في دفع وتنمية عجلة الإنتاج إلى جانب المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل جرمين إبراهيم التلفزيون المصري أعلن المجلس التصديري للصنعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46% وأضف المجلس أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 410 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقابل 193 مليون دولار بزيادة بلغت 112% في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية لتصل إلى 11670 دولار للأوقية محليا سجل عيار 18958 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 1118 جنيه للجرام في حين سجل عيار 24278 أما الجنيه الذهب وصل إلى 8944 جنيه في أسواق البترول العالمية تراجع أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط خاصة في الصين وانخفضت العقود الأجيلة لخام برينت بنسبة 3.1% لتبلغ 91.63 دولار للبرميل كما تراجعت العقود الأجيلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.9% إلى 85.61 دولار كما هبيطت أسعار المزودة عالميا بنسبة 2.5% لتصل إلى 3.99% للتر طبعا بالدولار كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيب بنسبة 24.27% لتسجل 6.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت العقود الأجيلة للقمح الأمريكي لتتخلى عن جميع مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار افتتحت أسعار الزرع وفول الصوية إذن انخفاض أسعار القمح متأثرة بدعف الطلب وانخفاض أسواق الطاقة والأسهم كانت أسعار القمح قد ارتفعت بعد أن قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن موسكو قد ترفض تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود انتهت الأخبار الاقتصادية عودة مرة أخرى للزملاء محمد عبدواهبا حسين أشكرك يسر انتهت نشرة السادسة وهذا تذكير بأبرز عنوينها الاتحاد الأوروبي يوافق على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالقاهرة شكري ونظيره الهندي يبحثان إمكانيات الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة ويتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية لزيادة النفوذ الأوروبي برلين تدعو لتوسيع دول الاتحاد باتجاه الشرق وتؤكد أن الأمر أصبح ملحا بعد العملية الروسية في أوكرانيا نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سليم اشتركوا في القناة